بيضيوفي هنا في بلاتو معي على يميني المدرب سعيد كنة ومحلل برنامج أفريكان شو مرحبا أهلا وسهلا بك سعيد أخي خلد أهلا وسهلا بعد غياب العائد ويشرف ونور من البلاتو أخي ياسين عبد الكريم والحاج متألقين دائما ياسين معلومي تحية طيبة مرحبا أهلا وسهلا بك تتغير المعطيات لكن تدائما حظف الوصفات شكرا جزيلا أنا كاسي فريقية هذه بداية سيبدأت كما قلت في المقدمة تلك المنتخبات الكبيرة سيبدأت صغيرة كما يقول لك إن شاء الله يبقى المنتخب بتاعنا غدوة ما يبدأش كما يبدأو الأخرين وفي التحليل نقولوا كل واحد يبدأو عنده وعيو ولكن تبقى الكلمة الأخيرة الأولى والأخيرة إلى المدرب الوطن جيبونا مكوب دافريك كما قالها مروان هذا الاستوديو لا 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 باش نودهوا باكن نداء للناس يخلينا رحبيا الضيوف يخلينا دقيقة هراوحي لا 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 نداء بعد نسان رحبيا لا 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 هذا هو حاج عبد الله من بعد نسان رحبيا لا 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 هل مويا بجمعها وحاج عبد الله رابعنا وشي غاب تكربير رابعنا هنا أنا في الكيام أنا ما كنت هنا ولكن واسمك تنسمع لازم نقوله للناس بالأفريقان شو موش ضد المنتخب الوطني نحن مع المنتخب الوطني هذه رسالة لحبيت موشح طبعا هذه رسالة جيب أن تصل لكل المتابعين حاج عدلان تحية طيبة مرحبا أهلا وسهلا بك بعد ثلاث دقائق دهو مننا تحية خالد تحية لك سعيد شيخ عبد كريم أو جاريك نسنافه آه طبعا اليوم حيكون دربي شو معي شيخ ياسين يا أخي دوك نشوفه دوك نشوفه تحية طيبة للكوتش عبد كريم بيرا بيك خالد الحمد لله اللي رجعنا بخلسي ياسين ساعد خويا وقلب الحبا والحاجة عبا عبا بارك طبعا مروان قرباوي قروابي قال أنه جيبونا لكم دفريق الله يرحمك يا لاشيلي قروان ارحمه ان شاء الله فعل خير هني هيلة مروح عودوا سمعوها شوية عطونا شوية شوفوا كيفاش كان انت الدخلة نداحة أنا شيخ عبد كريم بيرا عجبتني كنت رحت معها فكاراتك في الأغنية الأصلية تعباباه هو اللي اللي يرحمه تريمو تيفون تريمو تيفون تريمو تيفون تريمو تيفون لهاشمي اللي يرحمه شيخ تعوى ديك تعال حرس تعوى تعوى تعال لبارحمك كيفاش خموا باش دارو هكذا اللي خمينا هكذا شابو وتغييرت كل المعطيات مقارنة بالأغالي اللي كانت سابقا تتغنى بالمتخب الوطني مرحب مرحب غلمة تانية على الكورت قادم وحنا عن فريق تاول اللي يحبو بيشمع في حال العاصمة ايه أعطيني الغوذية اللي غدناها اللي تفكرها اللي تحب تلعب الكورة اه رحب تعالى ها رحب تعالى رحب تعالى رحب تعالى حسنا حسنا مريزق تاني كنا رحمه اه رحمه حسنا هاشمي واح المولودية هذيك اه تعمل مولودية جزائر ايه 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 ما جزم نقولوها تاني اليوم ما شاء بيكو اقوم تعالى تعمل مع المولودية نتجة الجابية ورح اتعادل رح اتعادل يا شيخ سفر لمكروح سفر سفر خلاص اللي قال خلاص اللي قال سفر 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 تطلالين لا فيهاش يلا امور واضح يلا يلا مشاهدنا نعم نعم في لقاء افريكان شو دا المولودية للاتحاد لشباب رزداد دولة بيكوشنا كنا مع المنتخب الوطني الجزائر واليوم كانت الندوة الصحفية ليالكوش جمال بالماضي تتنشطها عشية مباراة الخضر امام انغولا اينا قال بان حضوظ المنتخبات المشاركة المتساوية وان الفاصل سيكون فوق ارضية الميتان هكذا قال جمال بالماضي في الندوة الصحفية والمتخبات المشاركة المتساوية ولكن الحقيقة سيكون بالماضي جمال بالمواضي اردت ليبعد الضغط ام انه عارف المعطيات شو بخالد انا نظن انه كالسفريقية منذ وليت 24 منتخب فقدت على الاقل نكتحها ولا نقول لك حتى المصداقية لماذا زمان كانت كالسفريقية تتلعب بدأت منتخبات بعد ربعة بعد ثمانية مثلا احنا في 1998 لعبنا بثمان منتخبات ولكن اليوم لما تشوف اتحاد الافريقي يكون تقدم عنده ربعة وخمسين اتحادية ربعة وعشرين اتحادية موجودة في كاس افريقيا وزيد حتى بعد نهاية الدور الأول 16 منتخب يتأهل يعني الأمور مقارناتين في السنوات الماضية والتي أمور أكثر من سهلة كانت سهلة وفي النسخة الماضية احنا متأهلناش نظن انه جمال بالماضي في اليوم في الندوع تعو راح ما نقولكش يعني خايف ولا ولكن الأمور في كاس افريقيا تختلف عن لقاءات اللي ما تكون هنا ليروتور اليوم وعنا شفنا انه منتخبات كبيرة عندهم لعبين كبار هذا محمد صلاح هذا كده ولكن ما نجموش يبرزوا مع منتخبات اللي محتلة يعني المرتبة المية ومية وعشرين في ترتيب الفيفا اليوم اليوم هالي كاس افريقيا يعني في الاخرطة نظن انه مش المنتخب الكبير والمنتخب الصغير يعني بداية من على الاقل لويتيام دو فينال ولا لكار دو فينال باش يبانوا المنتخبات اليوم المنتخب بتاعنا اليوم ما رانا شفنا انه كل امور راح يتمشي على احسن ما يرام سواء من حيث التنظيم ولا كذا ولا من حيث التدريبات ولا كذا الكلام اللي قاله اليوم جمال بالماضي أنا شبونس كيرا دو لانغاش لانغاش تاع اللعبين هاوش لازم انتياو هاوش لازم بشت اهل الاخرية واليوم يقول لك أنه انه واسمه احنا واسمه الجامعة يقول كلام اخر انا نظن أنه اليوم امام حتمية التأهل ومشي لازمه نخوجو كما صارت نسعى المعبولة طبعا هذا هو سمحت خالد جاسين فضل ماش ترح مقبيلا ياين باردو ارفيريتي لا يجب أن ينقصنا وعنما من الضغط من جانبه لذلك نرى أننا نرى ونرى أننا نرى ونرى أن نرى أن نرى ونرى صعوبات لفرق كبار اليوم المنتخب الجزائري هناك من يقول أنه الكثير يرشحوا من المنتخبات الفريقية مرشحين لكن المنتخب الجزائري اليوم مهوش منتخب اللي كان قوي في سنة 2020 مثلا اللي كان اليوم متخبنا عنده الأسماء هناك مدرب هناك خطة لكن مهوش بنفس النسق ونفس الريتم لهذا جمع بالماضي أرد أن يدخل بثوب 2019 عندما فاجأنا الجميع أنه المنتخب ليس مرشح على الورق لكنه مفاجأ اليوم بالعكس ضغط كبير بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري طيح أم لا يحبش النخب الوطني الاسبيسياليستهم يقولون بالليح نرى أنه من المرشحين باش نروحوا بعيد التصور انتهى 2023 ما كان أي نزام نظر بالليح تليستات هم يتكلموا الفريق بتعنا بالنجوم بالفرديات اللي عندنا الحاجة اللي يقول لك عندهم محرز عندهم سليماني عندهم عوار عندهم بهذا يقولوا باللي هاد الفريق يكسب وزيد بزيادة يدوزي دي شون لاريال دينا كوبدا فريق هم نحن نتكلموا بارابوروش جوزنا لدينياري دي شون في كامرون وكنناش في المستوى المطلوب حبسنا في الدور اللي هو خالد نعم دقيقة فقط لو نجو للإمكانيات هذا الرأي الخاص ما نظرش اتحادية في إفريقيا عندها الإمكانيات اللي وفعتهم اتحادية جزائية لكورة القدم من جيته لفريقيا ولكن الدولة الجزائية والاتحادية وفعوا كل ما يلزم لكن كانت دائما كانت متوفرة في كل مستوى سابق هذه الخطرات بزيادة ها نعطيك معلومات أنا ما نقولك سحادا الأكل مثلا هذا اسمه الأكل كل الأكل الذي دعوه منا أكل جزائري مائة بالمائة الدول مقارون والدولة والدولة والعدس ولدولة الطعام والدولة والخلاصية والدول فلونة عندك الحق والدول الكوزيني كل المطلوب لديه السيرفر معهم السيرفر لديه السيرفر يدفل موسى كل الأمور مضبوطة بالأمور المظبوطة تواجد أنصار المنتخب الوطني الجزائري مع بداية عرس أفريقيا في مدينة بواكي الإفوارية ينضب إلينا مباشرة من مدينة بواكي الإفوارية زميل رضوان مهداوي تحياتنا لك رضوان أنت رفقة أنصار متخب الوطني الجزائري عشية مباراة الجزائر مع أنغولا كيف تعيش الأنصار هذه الأجواء وإذا ممكن تعطينا عدد الأنصار المتواجدون هناك الذين حطوا الرحال بمدينة بواكي إلى حد الساعة مساءك سعيد خالد وإلى ضيوفك الكرام تحية خاصة إليهم من بواكي الإفوارية لتذكير أن هناك هدوء تام مقارنة بالعاصمة أبيجون وهو ما سيسمح أكيد للمنتخب الوطني من أجل التحضير في ظروف جيدة تحدث عنها ياسين معلومي خلال تدخلي في هذا البرنامج الظروف يجب أن تكون خاصة بالنسبة للمنتخب الوطني وهي حتى نقول من أكل وكل هذا سيسمح للمنتخب الوطني من أجل الدخول بقوة في هذه المنافسة ووضع سيناريو 2022 والذي كان بالكاميرون 2021 والذي كان بالكاميرون كما قلت على الجانب والتفكير في هذه المنافسة وإعادة سيناريو 2019 إن شاء الله سيكون هنا بأبواكي كما قلت هناك عدد كبير من الأنصار بدأوا في توفودي هنا بأبواكي هناك طائرتين اليوم ستصلني إلى المطار مطار أبواكي من أجل دعم تشكيلة المنتخب الوطني بقيادة رياض محرز المنتخب الوطني لتذكيره جرى حصة تدريبية أخيرة بالثانوية الكلاسيكية حيث وضافت مشاركة جل اللاعبين نعم خالد أرضواء قمت بكلمة على حصة تدريبية حتى أنت أيضا من الوافدين الجدد على مدينة أبواكي يعني تقريبا أسبوع قضيته في مدينة أبيجون نقول لك أيضا الحمد لله على السلامة لأنك وصدت إلى مدينة أبواكي لا عيشك خالد والله هذا ما ذكرته في البداية المدخلة قلت لك أنه ظروف مختلفة جدا عن أبيجون بواكي هدوء تم مقارنة بأبيجون هناك ازدحم كبير في أبيجون العكس هنا ببواكي كل شيء سيسمح للمنتخب الوطني من أجل التحضير ومن أجل حتى يكون هناك دعب كبير أيضا من طرف الأنصار الذين كانت هناك قبل قليل بعثة خاصة من الوزارة الخارجية وكذلك القنصرية وهنا بأبيجون حيث تحدثوا مع الأنصار وعن حالتهم هنا ببواكي من أجل السماح لهم وغدا من أجل التدعيم يقول تشكيلة المنتخب الوطني وهم أمامي الآن سيدخلون بقوة من ملعب السلام من أجل تدعيم الخضر البداية بك سيدي أهلا وسلم بك السلام عليكم شكرا على هذه التغطية معكم المناصر الوفي من الفريق الوطني رابعيسي من الأربعة شكرا لك أخ صحفي على التغطية هذه نحن رأينا متواجدين هنا بقوة من أجل يعني هدف واحد هو تشجيع الفريق الوطني إن شاء الله ما تكونش يعني عندي ذكريات ذكريات يعني سيئين في 2017 حكيتهم يعني هذو ك يعني شوية إن شاء الله تبقى هذه كذكرة الجميلة على 2019 اللي رجعنا بالكاس إن شاء الله هنا تتكرر وإن شاء الله نفرحوا كامل الشعب الجزيلي اللي يراكم متواجد هنا مرحبا بكم وإن شاء الله نعدوا الوجه بتاعنا كم بقى الحال السلام عليكم كامل بلادي إلى أربعة السلام عليكم وعندوا مسيرة كبيرة في تشجيع حتى خالد على كل حال أنا بحكم سر يعني سني وحد يعني كنا شوية شبان شوية صغار تنقلت مع الفريق الوطني يعني بالسيارة الخاصة سيارة 404 كانت قادمة ذاك الزمن المصر المصر يعني كانت تعني رحلة يعني لا تنسى ذكرى يعني لك خالدة واشنو يعني كان ظروف غير مواتية يعني المونديال في ذاك هذا الوقت وإن شاء الله بإذن الرحمن الجاجي الوحد آخر إن شاء الله منزلوش نخيبه يعني الشعب الجزيلي إن شاء الله كل أرضوان يعني دورا كل بتواجدين فيها إن شاء الله أرضوان مهداوي خالد أخ تحية خاصة إلى أخالد خالد نتوحشتك كوي يا خالد موالف أخذ صديق نعم خالد أرضوان اليوم إذا كنا نتكلمنا على عمير أبح كمناصر وفي لمنتخب الوطني الجزيري اليوم أيضا مدرجات ملعب السلام بمدية أبواكي ستفتقد أيضا للمناصر وفي كان دائما حاضر هو مناصر كادي الذي كان حاضر في كل نسخ سابق لمنتخب الوطني الجزيري أتعس اسمح لي أتعرحم بالمزر أتعرحم على صديقي وأخي يعني كادر المرحوم يعني وعشي شيء مؤسف يعني كلما نجي نهضوا عن الفريق الوطني نتفكروا أخويا إن شاء الله إن شاء الله يرحموا ويكون أهدنا عمي عبد قادر ثاني عمي عبد قادر تيارت إن شاء الله فرند إن شاء الله يكون في يعني في الجنة إن شاء الله واسلام عليكم كذلك هناك الشباب أيضا سيدا عيمونا المنتخب الوطني على مدرجة ملعب السلام السلام عليكم مرحبا بكم مرحبا قادر نسلح في الجزائر العاصمة رانا جيلا إن شاء الله نشتع الفريق الوطني إن شاء الله أنا جيت من فرنسا دي ثاني مرة لأكل لي حال نروح رحت الماصر ديجا إن شاء الله ما تكونش آخر مرة ورانا بس نسلح الفريق الوطني إن شاء الله ورانا موراه كالك سوال وريجلتا كما يقول لك إحنا الإسسانسيا لكون الفريق الوطني يضار بوجه كما يقول لك على أحسن وجه أقدر مرقلي أدغل إفريقيا مهم سهلين مهمش كما في شامل إفريقيا وجانوا بصعي بزاف لأنه لطني يطالع بزاف إحنا ديجا نمشوا برك ما قدرش نتنفسوا اللوالله هم اللي ربي معهم على كل حال اللي اللحي اللعبوا أنا معهم هم 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 إن شاء الله اليوم وغدوة وغدوة وتحية قاعد الجمهور الجزائري وتحية قاعد ناس شفالي وناس تيزي وزو ناس بنياني ويعطيكم صحة ونتلقوا وغدوة إن شاء الله لحيانا ربي فستاذي بإذن الله إن شاء الله مرحبا بك أرضوان بإختصاري ممكن جيت من بلدي يتبير خادم جيت نشكركم على هذه التغطية قناة الشورق ونتمنى من المتخب الوطني التتويج بكأس أمم إفريقيا ونشكر وزارة الخارجية والقنصولية اللي كانوا حاضرين معنا هنا ونتمنى من الأنصار التنقل بكثير إن شاء الله هكذا باش نجيبوا الكحلوشة ونقولوا البلد إن شاء الله يا ربي خالد نعم كانت هذه تصريحة خسر بالأنصار هنا لك توفد كبير سيكون بالنسبة للمشاجعين هنا بواكي قبل 24 ساعة لانطلاق المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني بنظره الأنغولية نعم شكرا جزيلا لك رضوان مهداوي كنت معنا مباشرة من مدينة أبواكي الإفوارية مدينة ستحت من مباراة المجموعة الرابعة تضم المنتخب الوطني الجزيري خلال المدوة الصحفية مشاهدين الأفاضل التي عقدها الكوت جمال بالماضي تطرق إلى نقطة مهمة عندما اعترف بأهمية المباراة الأولى وألح على ضرورة تسيير الضغط في مثل هذه الموعد نستمع لما قاله جمال بالماضي نستمع نستمع من دفعش إذا ما فهمتم مع سبيل نستمع حالي إذاً قلنا نستمع نستمع سيكون كنتعلم نستمع نستمع لحظة قبل تنزع مطلع lle من نستمع جدا في هذا المنظم لذلك يتمكن من المدنة لأنه في واحدة مدينة وهي مهمة مهمة. لدينا بعض الشيء من أجل أفضل هذه المشكلة. هناك أشخاص على مثل هذه المدينة في أجل التعامل، سعيد كنواوي جمال بمضي تحدث عن الأهمية كثيرا مباراة الأولى وتحدث عن الضغط إذا يجب تسيير الضغط بالنسبة لهكذا مباراة لماذا الكل يتحدث على المباراة الأولى مهمة جدا أنا أتكلم لك على النحية كمدربة لماذا مهمة كثير مقارنة بالمباراة الثانية والثالثة شوف تقريب هذا أسبوع نتكلم على المباراة الأولى ونقول لازم المتاخب الجزائري يدخل بقوة المباراة هذه لأن عندها عامل بسيكولوجي معنوي ولما يكون العامل بسيكولوجي يكون في في الإيجابي الجانب الإيجابي رح يعطي دافع للعبين باش يزيدوا يلعبوا في المباراة الثانية بأكثر ثقة وأكثر أرياحية ويكونوا يعني مرتاحين نوعا ما إذا كان لا قدر الله كما شفنا اليوم مع المتاخب المصري كان فيه تعادل أو نهزام هنا يدخلوا بعض الحسابات اللي تأثر على اللعبين كانت واحدة النقطة من عرف تكلم عليها الكوتش فيما يخص مش عرف لا يشاف المباراة تقع مصر هذه جات قبل المباراة أو قبل المباراة قبل المباراة هو وراء تتكلم عليها على كل حال وهو عنده الحق في بعض العبارات تتكلم عليهم خاصة الملاحظة اللي شفناه اليوم في المباراة تاع مصر الرطوبة كبيرة المدرب هنا وشي يستخلص لما تكون الرطوبة بهذا الشكل هذا عندنا لجستيون فيزيك لازم يكون عندهم تسيير المجهود البدني لازم يكون فيه ما يكونش ندفع كبير كما داروا الفريق المصري في الشوط الأول الشوط الثاني انقلبت الموازين لأن الفريق موزنبيق في الشوط الأول اكتفى بأربعة خمسة واحد ويدافع ممكن يطلع ثلث مرات إلى أربع مرات وشكل بعض الخطورة على الحارس المصري لكن في الشوط الثاني استعاد القوة نتاعه والعكس صحيح الفريق المصري انهار بدنيا ولما تنهار بدنيا تولي قلة التركيز وتحفي أخطاء أربع أخطاء دفاعية من المنتخب المصري نتسجل عليهم هدفين و نتكلم على الأخطاء يعني الأخطاء اللي تمكن على إترها نعم الموزنبيق ثاني كان عندهم خطأين فالخطأين تسجل عليهم هدف وفريق مصر نقول اليوم اكتسب بنقطة لأن الموزنبيق ضيع 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 فوز وضيع ثلث نقاط نعم شي عبد الكريم بيرا منتخب جزائري سيخوض المشوار مع منتخب أونغولا جامل بالمضي في تصريح آخر كان نتحدث على أنه المنفس قوي لأنه لا يتلقى الكثير من الأهداف وإحنا من خلال مباراة سابقة للمنتخب الوطن الجزائري كان عندنا إشكالية مع المنتخبات التي تتمركز في الدفاع هذا حلول هو يعرف وش لازم يدير أعطينا القراءة أنا بالنسبة لي المؤتمر صحو في هذا سين ريتويل لأنه ضروري أنه يخاطب الناس ومش الناس تعرف وش كاين ولكن كان معطياته أمور لتقعد داخليها ما يخرجهاش وما بينهاش وذا منحقه اليوم صارت المعلومة عندها دور كبيرة حتى وكورت القادم يعني مهما كانت مستوى التحصر كتاب مفتوح بلا تكنولوجيا اللي كاين كاين كلش اليوم تعرف وش لعب هذا وش فيه وش عنده يبقى حقيقة الميدان أنا بغض النظر على المباراة عن غولة لأنه المباراة أمس والمبارتين تعلوم واللي ريتجري حاليا سي أن أنديس ريفيولاتار ما كاش صغير وعلى بل كفية دي بي كامل ناس تبدأ كيف كيف لو ما زال ما بدات كامل عندهم زورو بوان يا با دو شمبيون بور لومو للبطل رح يخرج مرح من البطولة اللي رح يكسب كثير نقاط اللي يعرف كيفاش يسير أموره ويسير لعبين تعه ويعرف كيفاش يكسب في بعض من الأحيان بلا ما يتعب كثير الأمر يا ربما الخارجي اللي قادر يأطر وش فينا أطر على بعض المنتخبات نسبة على الرطوبة فاتت اليوم 63% كان المنتخبات اللي حتى يا ربما في مصر مثلا ما روش بلد كيمال جزائر ما عندوش موناخ تاعو معتادل سخون شوية طحي ولكن شفنا اللعبين تعهو في بعض من اللحاين من الأحيان تعبوه تحس أنه يعني حبطوه نزلو في نسق اللعب أقول لنا باللي أونجولا مباراة لولانية ولقيني اللي فازت علينا في النسخة اللي مشات نفسها تقريب اللعبين 85% شفنا شخصيتهم أمام منتخب نيجيريا كيفاش وقفو كيفاش لعبو القرينتا دي كيفاش كانت عند اللاعبين اللحمة دي كيفاش مشات ولعبوا على حساب مقويمات انتحهم وشفنا حتى كل المعطيات متوازنة في الابوسيسيا ولا في الدييال إلا وبالك في الابروكي كيف سيطاديرك اللاقيني لعبوه متأخرين شوية ومشوع المرتدات ولا الهجمة السريعة نعود نرجع لأونجولا أكيد هم يشوفوا أنه يا ربما المنتخب انتعنا لقام الشكل سحلو نعود نرجع لو يكون تركيز عدم السرعة التسرع يا ربما النجاعة تكون موجودة واليوم رأنا راح يلعبوا على ميدان ليسمح ويدعم لعب فنين وليونيكي بجواز أنا نقدر نقول باللي يا ربما الشي اللي يضع عنا في النسخة اللي مشات لأنه احنا تكلمنا على السيراليون نعود ونرجع للورا لأنه الوروتروفيزور ما تنحياش خلقناه فرص دخلنا للبوكس ضيعنا هذا الشي هذا نظرنا في رأس اللاعبين ونخبره ودارك بهذا الشي نتمنى إن شاء الله دخلناه يكون ملاحي نعم هذه النقطة كانت تكلم عليها جماعة بالماضي قال أنه نملك تجربتين ماضيتين مع المنتخب الوطني الجزيري عندما توجب كان الأولى بالنسبة له 2019 كان أخب والثانية التي كان خرج فيها من الدور الأول وقال اليوم أنا نستمع لناخب جامال بالماضي مرة الأخرى بالله إنه سبب أن أكبر أن الأعزاب الأخرى في المعارضة الأخرى لدينا أكبر ونحن نتخلق من الأعزاب ونحن نتخلق من أكبر أن نساعدنا في هذه المعارضة المتحدة ثم على هذه المعارضة التي لم نقوم بها في المعارضة الأفريق كتابة المثال على المعاملنا في الموضوع العامل مزلي في الإجيام، ، لم أين نقع التكيم و هو في نصفناها ؟ محصلت للمبار السنة الآن ، في أخرى من علي الأطراق ، محصلت للمبارسة كم معزل للمبارسة المبارسة لهم تكتبين وهذا ما لم نفعله حتى الآن في 2019 لماذا لا نفعله في هذه الأنة؟ في كل حالة هذه الأشياء هي الأشياء من كل أشياء لنفعله أكثر لنفعل الأشياء أعمال مستحيم أجي كتابة التاريخ الحاج عدلان منتخب اليوم منتخب الوطني الجزيلي مع جماب الماضي كانت ترقل هذه النقطة المشاركة الأولى تتويج بالنسخة المشاركة الثانية خرج من الدور الأول فلقال اليوم أنا وعيت الدرس بطريقة جيدة كسب خبرة كبيرة صور أنت أبدأ مباشرة بفوس وأحد ما كان يستند صحيح كان غركي ماجهة مرأة ألعب لكوزة أفريق لدينا نسخة تانية جنرال موصلت وحنا نور أفريقان نتحف سهولة وانا شاهدنا لديسيبسون اللي كانت يعني كسب خبرة في التتويج وفي الإخفاء اليوم نقدرون قلوب اللي عنده جريبة كبيرات تفضلوا تكلم شيخ عبد كريم على كسب خبرة تحسب الاني الماتوريتي برافور لليزيديسان لليزيديسان تبقى 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 حقيقة الميدان تبقى حقيقة الميدان نحن نشوفها مبارك مصر والكود ديفوار ناخدهم كمقياس علش مصر علش كود ديفوار الكود ديفوار دخلت شوف المقياس المقياس سيكون سهل المقياس سهل المقياس بالزياد على هذي نحن نلعبو معهم ليزاد فاسيرتو عنا جاع رح نلعبو بالك بلمم ديسبوزيتيف اللي داروه اليوم هذي المقاوصين الفرق صغان موزبيق هذي هي الديسبوزيتيف اللي حن نديرو تكلم مقابل السعيد على الكاتر 5-1 لما يدفوندوا يديرو البلوك كان يديرو بار كان يديرو ميديوم ويروحوا بالكونت وفي ذاتك بلاصي وشخب كم أمس قنا كان بلوك با طريبا 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 تفضل شاهد شلم وهذه إشكالية بالنسبة المتحدة اللي اجتهد وعصاب عنده أجرين واللي اجتهد وما عصاب شعنده أجر ما روش قرآن الفوتبول الناس اللي دارت الفوتبول ونيفو كونسبسيون زمان ما كناش نشوفوا البلوك طريبا ولا طريبا الناس تقدر تلعب لو درني جوار ترانت متر على اللي بتاعو ويقول لك روي لعب اللور اليوم شفنا 11-10 لعبين داخلي سازمة ترسين كون كينشتهاد من هذا الباب خاصة من الجانب الدفاعي لأنه نتالي بلوك يتهدر عليه اليوم ما لازمش يكون بين اللعاب المهاجم والمدافع الأخر خمسين متر ولا ربعين متر ما نزق يقولوش بلوك هنا ليلي نرى مبعاد أما لما نكون وقراب وباش ندعمه التغطية وباش نقصه من المساحات وباش نقللو من خاطر المنافس كين هادلي بلوك كين لسوميبا لوبا لتريبا وسيميوني واحد الوقت كان يلعب حتا كان بلوك طروبا بصراحة هل اليوم المنتخب الوطني الجزائري يملك تعداد وأسماء وخطة لممكن نتعاملوا مع مثل هكذا السيناريو موجودين كين جودة تعلامي في الهجوم حتى في وسط الميدان موجودين وعندنا لعبين نقول حتى اللي لعبنا معهم سيراليون ولا قيني ما خرجوش من اللازون تاعهم ملعبوا بالكونتر تقريبين سعين دقيقة كل خلنا سيرون بلاريتي على كورة ثابتة ولكن نحن شحام مرد خلنا ولما تدخل تحتاج هذا كله طالن انديفيوديال حتى وكان وجود براهيمية لأن ياسين براهيمي كان موجود في المباراة اللولى صحيح ولكن هذا التسرع وفي بعض من الأحيان ما رهوش كي تلعب خمس لعبين ولا ستلعبين في الأمام والناس ما تتحركش وما تديزونيش وما تخرجش وما تكريش هادو كليزي سباس ما عندك ما تدير الفايدة ما روش كي يكونوا عند الخمسة لو نشوفوا احنا هادف منتخب الموزنبيق واليوم الموزنبيق رو ذكرنا باللي احنا فزنا على فريق محترم بزاف في المباراة اللي لعبناها في الموزنبيق لأنه لو نشوفوا 30 دقيقة لولانية كنا قادرين كان قادرين يتسجل علينا ثلاثة هدف أو أربع هدف لولا بوروز موندريا نكونوا صرحة وحتى الهدفين اللي سجلناهم على فريق الموزنبيق ما رمش على كورة يعني سي باسور ديز اتاك فلاسي ونقول لك أنا عمورة كان عنده نسبة مئوية كبيرة هو اللي قلق هو اللي دار لبريسينج باسيف هو اللي دار كورا وزا تبعو زروقي وين شايبي ضربت في العارضة الأفقية وعود تترجع هنا ما سي باسور ديز اتاك ترافايي دونك سور ديز اكسبول وينديفيدون نيبروفوكي وهذا هو الفوتبول ولكن احنا لو نشوفوا شحم مرة دخلوا لعندنا 16 متر وخمسين شحم مرة كانوا قادرين يسجلوا والليوم أنا مدهشت منهم صراحة لأنه هدك الهدف اللولاني كيفاش خرج كيفاش دا كيفاش شكل قطوري ان دياغونال كاساليلين كسر الكوفيرتور والله البندوزاجت على باس يبين باللي المنتخبات هدوما كبروا مع مرور الوقت كسبوا تجربة وهد المنتخبات ما عندهما شي يخسروا مصر اليوم كما قال ساعد صح بالنسبة للمراجع من البعيد هراه كسب النقطة المفروض ما يكسبش اليوم نقطة يعني لو انتبعوا للوجيك تعلو مات لا بالنسبة الهجوم انت خاصة لا سامحت خالد لا يجب ان تحف الامام زيرير اللي درنا هم اللي درنا ارفو اللي هم تسرع لحقنا كما قال الشيخ عبد الكريم لحقنا بلوجير فوال للاكاج ادفرس وشنون انا كنفوندو بين فيتاسي وبرسبتاسي نجب ان تكونوا لوشيديتي وانا نضرب اللي يفاوبر دي سيونس فيديو با ربور اسا رحين للحقو ان شاء الله المدافعين تعال الخصم مفتاح ولا معناها إذا نلعبوا هذه المنافسة ولا الذهاب بعيدا في هذه المنافسة لقاء الأول هو المفتاح وانا شفنا المنتخبات الكبيرة كمان حصلوا في المتشلول ستنظر فورتون تريمي ماش لا تبدأ بقوة بالنسبة لك من ايها المعنوية تكبر والتيقة زيد كبر والخصم تياك اليوم اللعبين لازم ينحهم الذهن تحهم المنافسة الأخيرة اللي لعبناها في كاميرون هذيك لازم تنحيهم يدون منها الدرس فقط كما قال بالواضيع نحي الدسك دير دسك دير هذاك تعال ماتش هذاك هذيك واسموها كمبيتيشيون لازم واسموها تنحيه يدين جوار أنا نقول لك اليوم مثلا كما إسلام سليماني ولا كما غير محرزول رأي سبنصابيليتها يعنيهم هما الكوادير تعالفاريق هما الكوادير تعالفاريق هما اللي كذا وانا شوف أنا نظن يعني نقول لك في كامل تعداد اللي كاين أنا نظن واحد كي مثلا كي إن شاء الله ما نشغلط شاي بي مثلا أنا نظن باللي هذه ستون أوكازيون له يدير كي مادار بالنصف واسموها دمي ديجنة نظن خاطر عنده كل الإمكانيات ونظن حتى المدرب الوطني هو بعفين الهونتاج اللي عنده النخب الوطني إلي كي نسونال ألجيريان من خمسة وعشرين لعب عندنا عشرين لعب تقريب نفس المستوى إذا كان إذا كان تكلم على سليماني تكلم على عمورة تكلم على محرز تكلم على بنجاح يعني ما كانش فرق كبير تكلم على شعيبي كلهم لعبين لعبين جيدين هذا السبب اللي نقول المباراة الأولى الحديث على المباراة الأولى طبع المباراة الأولى كونديفور أمس ارتاحوا لأنهم سجلوا في الربع ساعة الأول أربع دقائق أربع دقائق نحن في الربع ساعة الأول ضغطه ضغط كبير سجلوا نحن ما عندناش هذا المشكل نحن لو نضغط ونسجل في الربع ساعة الأولى أو العشر دقائق أو العشرين دقيقة الأولى راح ندير مجهود كبير بدني ما عندناش مشكلة لأنه بعد المدربة ممكن يقدر يغير راح تعطينا دافع المعنوي هذاك اللي يخلينا نكمل المباراة بأرياحية وزيد المنتخب المسلي سجل في الربع ساعة الأولى نعم خالد لفونتاج نتكلم عن المنتخب الجزائري لأن المعطاية تتغير أوكي لفونتاج لفونتاج لتعلى المنتخب الجزائري سيكون بعد أن يلعبوا ثلاثة أيام بعد خمسة أيام من بعد خمسة أيام من بعد ترتاح زيادة المستوى اللاعبين لتقدر تغيرهم مثلا يلعب طالب عندك زروقي إذا كان ما لعبش زروقي يدخل زروقي لا لدينا مشكل لا لدينا مشكل في التبديلات كل اللاعبين قادرين يعطيه على هذا السبب بالذي نقول البرميوم ماتش لازم نفوزه بالمباراة الأولى ولازم نضغطه ولازم نخرجه بثلاث نقاط أهمية كبيرة من نوع سيناريو برك خالد يكون مصالحنا أول فرصة أول نصف فرصة نردها فرصة وهدف ما تظنوش أنه الأمر يتعلق شعب تكريم بيرها كثير علاج الناخب جنباب الماضي خاصة في تسيير الضغط أنا نذكر في كأس من أفريقيا سابقة في الكاميرون كنت حضب في مباراة سيراليون كان في تضييع الفرص من طرف إبراهيمي بنجاح في تضييع الفرص لكن على خطة ماس كان جنباب الماضي ينفعل كثير مع اللقطات وكان يمسك ضغطي مدو ضغط كبير لعبي أنا كنت حدثت معها بعد المباراة قلت له كوتش ما تظنش أنه العملية اللي كنت تفاعلك مع اللقطات يأثر شوي على اللعبين قال لي كل واحد كيفاش يتبع المباراة هل يمكنه كسب خبرة خاصة في هذه النقطة؟ هو طريقته كيفاش يسير المباراة هذه واحدة حاجة ثانية نحن نقول التجربة إنسان يتعلم أخطاء نتاو حاجة ثالثة منذ نقصة الكاميرون لعبنا 19 مباراة يعني ناخب الوطني كان عنده كل وقت وعنده تقريبا 20 شهر منذ خروجنا مع الكاميرون عندنا 20 شهر وعشرين شهر أنا أسمحك فقط معنا المباشر أعتقد يشير للزملاء والد يوسف بليلي والد يوسف بليلي هل أنت متفائل من المنطقة الوطني يتحلق في هذه البوطنة؟ متفائل مئة في المئة إن شاء الله لأن هل هل مرة الفريق الوطني يحضر مليه وين حضره بلقي كنزون دو جور بشي كما المرحلة اللي فاتت تع الكوفيد وين أغلب اللاعبين تشاب الكوفيد وكانت التحضير كان شوية مدبدب والآن يعني الناخب الوطني برمج برمجة جيدة وكانت تحضير نعم نعود إليك سيها بتكلم بيرا أنا بشبرك نكمل فكرة نتاعي عشرين شهر جزنا على عدة مراحل ونقول أنه دار تدوير لعبين أعطاء فرص لعبين لعبين تدخلوا أنا نقول سيها نوت ريط ديس بري تبقى حاجة لحد الآن ثلث مباراة اللي شاهدناها وهذه الرابعة اللي مرانش متبعينها ما عندنا الصور كل مدربين كل مدربين غيروا خمس لعبين يعني لديك خمس لعبين وأنه بوجود لعبين اللي راهم محاليا والتقارب تقريبا في المستوى راح يخلي الناخب الوطني عنده اختيارات سيصير عنده بلون 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 سي يبقى حاجة في الميكرو سيكل هذا تاع لبريمي تور باش تعرف وأنه كان واحد الأمر يزيد نضيفه السياسين اللي قالوا مقبيلة على 24 منتخب على بلك 24 منتخب صح البطولة زادت في الحجم الساعي كنا 32 اليوم صبحنا 52 مباراة ولكن في بعض ملاحيان منتخبات الكبيرة ما تبدأش مليحة البلس يرات رابي في لدوزيا ماتش باش تقعد في الكورس باش يقعد جمال لأنه لو يخرجوا المنتخبات الكبيرة ما يبقاش جمال يعني بالنسبة لجودة اللعبين صح بصح المستوى وسمو اسمح لي عبد الكريم بصح المستوى المنافسة لما تتلعب 16 منتخب ولا 8 منتخبات مش كيمة تتلعب بصمو 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 تكمل صديقوني أستاذ ناس وليوم فقط 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 اليوم إتحاد الإفريقي ليس يخمم كورة القدم كما نعلم وانتا يعبد الكريم بيرا هذو كم يحوصوا كيفاش يدخلوا الأموال الأموال لأنه كل لقاع كل لقاع فيه وسمو رابي بلي سيتي فيه الدراهم يدخلوا في كذا مامش يخمو كورة القدم ومام يخمو كيفاش يدخلوا الدراهم انتا اليوم تتخمم كيفان اليوم ندي رولاتك تكذا اليوم موت سيبي يخمم كيفاش يدخل الدراهم وكيفاش يدخلوا وسمو العودة ورلاتيف على كوب ديمان نفس الشيء على ذلك سيكوبية كولية لا أنا أحبت الشيء اللي أحبت نزيدو الووليوم دو جوه هذا يليه أمورط لكن الملاح ما يبدو ملاح يبب سورة رابي وكان دي ناس يا ربما اللي قادرين يزيدو يكبرو يمشيوا اللي ويتيام دو فينا اللي كاردو فينال كي ممشت لغيني بسك هما اللي خرجوا في المايور كونو ودونك هما اللي جازوا قدمنا أنا الشيء اللي ماشي متخوف عليه ونعرف أنه الناخب دارك بهذا الشيء لدوزيام ماتش كي ما تفضل ساعد كان خمس أيام بسحة خمس أيام لو ننحيو لدو جورنيت على الماتش يبقى وغير ثلث أيام تقريبا ثلث أيام دو ريكوپراسيا بسحة لدوزيام ماتش اللي لعبوه مع البوركينة اللعبوه على الزوج وليع ثلاثة حب يقول الحرارة كبيرة نسبة المئة ويتعلي كبيرة ومنافس مباشر وإحنا ما دابين نقعدو في المواقع ومدعم بجمهور كبير في المدرجة المباراة الثالثة على باك وقتش المباراة الثالثة عندنا يومين ريكوپراسيو هذا مكان سيتدير تلعب اليوم مع البوركينة عندك يومين لو تروازيام جور تزيد تلعب هنا يوينجيس تعوش تعلينا رجي للقيمة اللياقية المطابقة المنافسة أنت جيري عندك ديفيزيولوج عندك ديفريباراتور فيزيك أنت عندك ديفلان وانا نظن اليوم تنحيب نطالب الدير زروقي ولا دير زروقي تنحيب نطالب عندك شايبي عندك فراء عندك لون بردي شواء ونقول لنا يا البدية مليحة سورتو سور البلان سيكولوجيك اللي نحن نطالب كالجيريا ونحاودون نرجعوا يا ربا معلش لا نديروا كما درنا في مصر بدينا مليح وكملنا مليح نعم بقودة باقتصاب سرح الفاصل كي قلت على الفاصل دو كوتشي دو جيري دررية وشافية شفتو شتو نقول لك ونبال شيخ عبد الكريم إلا ريبون دي فلاص سيقونت كي سوية وانتو 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 كل كوتش وطريقة العامل جمال بالمادي يعيش لمباراة كين دوتر كوتش أنا شفناهم بتاع البارح مريح يشوف اللذفة شوف اللذفة كل واحد وهذا يحترم لفاصل دو جيري لكي بتاع ويدي ما تأثرش بس كوي يعرفوا كين نكونيكشون بالناخب الوطني والجوار يعرفوه كيفاشي خميم ويعرفوه كيفاشي يتعامل معهم يلا نبقى دائما مشاهدنا فاضل مع برنامج كومافريكان شو رحوا إلى فاصل قصير ثم نعود لنتحدث عن المنتخب الوطني الجزيلي والمباراة التي لعبت اليوم والمباراة المقررة غدا مرحبا بكم من جديد جمهورنا رياض ذيال كريم في الجزء الثاني من برنامج كومافريكان شو كنا نبقى دائما مع الندوة الصحفية لكن هذه المرة مع القائد رياض محلز والذي تطرق إلى لقطة مهمة قال بأن التشكيلة حضرت جيدا و هي جاهزة لرفع التحدي خلال هذا القائد On pensait c'est bien préparé un peu comme toutes les équipes de cette compétition comme a dit le coach on a des ambitions comme tout le monde après je pense que le plus important pour nous à l'heure d'aujourd'hui c'est le match de demain bien entamer cette compétition et après on verra match après match n'l'arbeu مباراة بمباراة الشيء الملاحظ حج عدلان أنه الندوة الصحفية هذه مقارنة بالندوات الصحفية اللي كان في كان الكامير مغايرة منتخب جزائي تلك الفترة جاء بثوب حامل لقب دفاع لقب اليوم جاء بهدوء هنا كان جار الجار يقول في دورو كي تكون في دفكول في صرات النا كي هدرا يسوفون بتي مدون لورتات لوركر على بلوم شو يسنفهم أنا نتكلم مع السعيد على محرز قتل لديه سيلا داني اركان بلق ديالو يلي دون لبليغ سيلا سورتير لقران جو محرز سيلا الكالي تيم عدنا ما قولو فيه ي سيلا بلق يدير للم اركان تعال أنا شوف باللي سيبري كي سيد باصي الميصاج باللي احنا واني كونسيون صحيح على ريسبونسابيليتير نواعيين بالمسؤولية اللي تسنفين والملايين محبين تأكور تقدم خاصة فرق الوطني تعالى أنا نظل أنا إن شاء الله متفائل باللي هد هد الكادر اللي رح نتير المكسيموم إن شاء الله نحر عنا مباشر نعود إلى مدينة بواكي اللي فورية يغم إلينا الزميل بيلال زعموشي معه رئيس الجل التحكيم السابق أعتقد سيد غوتي تحية لك بيلال تفضل كان معك هو راح نعم كما قلت معي سيد غوتي رئيس لجنة التحكيم سابقا رئيس سجل حضوره هنا بمدينة بواكي في الرحلة الخاصة التي جاءت من مدينة الجزائر إلى مدينة بواكي مباشرة من أجل دعم المنتخب الوطني أنت هنا من أجل تسجيع المنتخب ودعمه وتقديم الخبرة اللازمة لأعضاء المكتب الفيدرالي أولا بسم الله الرحمن الرحيم قبل ندروع الفريق الوطني شوف بلدنا وش مليحة يعني هناك شوفينا الحقنا لانا يعني لانا البواكي هذه أم ديري كش تبزم فيه المهم هنا جينا اليوم جينا كم مناصرين ما جينا شكا مسؤولين جينا كم مناصرين للفريق الوطني الذي نتمنى له كل الخير إن شاء الله تمنى يعني يكون يدير نتايج جيدة ويتعدى لصدير نلحقه يعني إلى أبعد في هذا في هذا دور هذه تا إفريقي إن شاء الله المنتخب وطني دائما كان مظلوم من التحكيم اليوم شوف اليوم الدورة هذه شوف يعني أولا ما نرجعوش كل التحكيم باش يكون في علم كما نرجعوش كل التحكيم وإنما كان فيه التحكيم معنا ديما ما نقدروش كما تعودش عندك حجزك أباش تقدر تضرع التحكيم نقول كان أخطاء تحكيمية هكذا نرجع الأخطاء تحكيمية ما نرجعوش لأخطاء أخرى كواليس الأعزاء وإنما يعني كنشوف كيف كان الفريق نهزم في مقابلات وإن كان فيها أخطاء تحكيمية وإنما كان في الفريق ما كانش في المقابلات ما كانش المستوى المطلوب اللي بجندير وعنا نرجعو لأخطاء لكوبدا أفريك تا الكاميرون لعبنا برميتور روحنا مع بطا ومقابلات نحن نحن لأخطاء لكوبدا ربحنا في الكاميرون وخسرنا في الجزيرة وإنما كانت يخطاء سيء مصنع ما كانت كواليس لننسى أخطاء إن شاء الله أنا عندي إحساس إن شاء الله تكون كم 2019 2019 إن شاء الله كن فيها بلش نجمة ثلثة ونديو الكحلوسة معنا وروعو إن شاء الله نحن هذا هو الشيء اللي نتمنى نحن هو الشيء نتمنى ويكون الفريق يعني في أحسن لياقة وما تكونش عنده دي بليسير وما يكونش عنده هذا هو المهم لأن الفريق تعني عندنا فريق قوي إن شاء الله نكون في المستوى وبالتوفيق إن شاء الله شكرا خالد معي كذلك منصر للمنتخب الوطني هو الآخر سجل حضره هنا في رحلة مباشرة من مدينة الجزائر إلى مدينة بواكي أولا كيف كانت الرحلة؟ الحمد لله رب العالمين وصلنا بخير كل شيء كانت تنظيم نشكر الأنصار بالأخص لمنظيم من الزملاء التاعي في موبيليس نشكرهم بزاف كانت تنظيم محكم هل تخذت كل الإجراءات الاحتياطية من تنقيح ودولة؟ الحمد لله كل شيء تأخذناه من البداية بالأخص توصلنا الحمد لله كيف تشوفه لتاك؟ اليوم تنقلت من أجل مناصرة المنتخب الوطني كيف تتوقع الأداة على المنتخب الوطني؟ والله عندنا ثقة كبيرة في المنتخب هذا ونروحوا به بعيد 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 إن شاء الله ونرى ما جاينا باش ندو الكاز ما ركش حاجة هادو عطلال جاينا ندو الكاز إن شاء الله بإذن الرحمن ندوه نشو شاء الله نفرحوا الشعب تاعنا شكرا إن شاء الله كما استمعت خالدة كل هنا حاضر من أجل دعم المنتخب الوطني هذه دفعة قليلة وستصل بعد قليل دفعة أخرى إلى مطار أبيجو ومن ثم التنقل إلى هنا إلى مدينة أبواكي ليكون الكل حاضر غدا في حدود الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي والثامنة بالتوقيت الجزائر خلف المنتخب الوطني في أول مباراة له في أول مباراة له هنا بمدينة أبواكي وفي دورة الكوديفوار هذه الدورة التي عول عليها الأنصار من أجل أن تكون لكي تكون فيها النجمة الثالثة ويحقق المنتخب الوطني مبتغى بالتتويج مرة أخرى هنا في إفريقيا شكرا جزيلا لك بيلال زعموشي كنت معنا مباشرة من مطار أبواكي رفقة الأنصار الذين وصلوا منذ لحظات دائما مع الأنصار مشاهدين الفضل يضموا إلينا عبر خدمة الهاتف مدير الاتصال لخطوط الجوية الجزائرية سيد أمين أندلوسي تحياتنا لك سيد أندلوسي طبعا هو برنامج خاص للأنصار المنتخب الوطني الجزائري سطرته الجوية الجزائرية لنقل الأنصار لمدينة بواكي الفورية طبعا إذا ممكن ذكرنا بالبرنامج خاصة أنه البرنامج المتبقي لنقل الأنصار لمناصرة المنتخب الجزائري السلام عليكم فيما يخص برنامج تنقل الأنصار نتمنى كان هناك قرار رئيس الجمهوري أنه كان طلب التكفل بتنقل المناصرين لكل ديبوار أيضا مع خصم 50% من كل التكاليف هذا القرار سمح بالدرجة الأولى بتأطير المشجعين الجزائريين اللي رايحين يتنقلوا إلى بلد غير معروف بالنسبة للمناصرين دفء إلى ذلك التأطير صحي الكل يعرف أنه بعد الأمراض ما زالت موجودة في البلدان الإفريقية كالحمص فرا وأيضا الفولوديزم فيما يخص الجانب العملياتي الجوية الجزائرية منذ صدور قرار رئيس الجمهورية عملت على إضافة رحلات رانا عملوا تقريبا نحلة كل يوم دفء إلى ذلك رانا نستعملوا في طائرات حجم كبير رعاودنا طائرات حجم صغير رانا نشتغلوا طائرات من نوع أرباس تلتمية وثلاثين ذات ساعات بنقل تلتمية وثلاثين مقعد نعطيكم رقم مهم أنه في الغرجة الأولى للفريق الوطني حين يكون هناك ما لا يقل عن ألف مناصر نعود نقول ما لا يقل عن ألف مناصر لحين يسندوا الخضر عملية تنقيل المناصرين مازلت متوافلة هناك تكتيف الرحلات إلى ورانا نساندوا في الخضر فيما يخص عن المناصر قتلي ألف مناصر البرنامج هذا ألف مناصر الذين وصلوا إلى مدينة بواكي هل فيه برنامج أيضا خاص غدا إن شاء الله أو بعد غد 30 ألف مناصر رحم في أي مكان أيضا قتلك البرنامج مازال يتواصل كان حلال راحة اليوم أيضا طائرة 300 مقعد والرحلات رحم متواصلين فيما يخص الإمكانيات التدوش قال ياسين بادومي أن الفريق الوطني نقل كل احتياجاته انطلاقا من الجزائر فيما يخص المؤونة وكل المطريال لالوجيستيك بإطعام كل كان نقل منه من الجزائر شكرا جزيلا لك أمين أندلوسي مدير الاتصال بخطوط الجوية الجزائرية كنت معنا عبر خدمة الهاتف روح مشاهدين فضل استمعوا تصريح آخر لقائد المنتخب الوطني الجزائر رياض محرق الذي قال بأن المناخ في كوديفور يساعده كثيرا خصوصا وأنه يشبه لحدد بعيد المناخ في المملكة العربية السعودية يصبح من الأربي فضل اشتركوا في القناة لكن ce n'est pas un grand changement parce que quand on voit que quand on joue à 20h il fait très très frais donc ce n'est pas une grande différence peut-être à 14h ça va faire la différence mais pas pour le premier match et c'était quoi la deuxième question ? l'atmosphère elle est bien elle est bien elle est bien le groupe il vit bien après voilà on ne va pas vous on ne va pas vous raconter de trucs le groupe il vit bien mais il faut gagner des matchs donc c'est ça le plus important pour nous en tout cas tout se passe bien comme j'ai dit on a bien travaillé et on sera prêt demain encha'Allah يكونوا في المستوى لتفرق تسمح لي لتفرق بين بطولة وهذه دورة إفريقية مش نفس الضغط مش نفس 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 الريتم هو الكلمة على كل حال هو يساعده هو عنده دكتل شهر لربعة من يرى في سعودية إن شاء بيته لا إن شاء الله إحنا نتفعله إن شاء الله لأنه هو دكتل بسيكولوجي كما سوف يدير كيراه جاهز لكي يقدمنا لشيكاتي سأسرى بانو بستاك بورس سأسرى بانو بستاك بورس سأسرى بانو بستاك بورس أنا أسبق له وخدمت عام في سعودية مع نادي الخليج هو عايش في الجدة مع نادي الأهلي وجدة كالبحار ليومي دي تكتر لو تطلع عنا جران ولا تروح للتعاون مثلا القاسم سين كلمة سك تروح تطلع مع الوحدة مثلا في مكة نفس الشي حاب يقول لو كلمة بلزو ما ماذا مشيت للرياض ورحت للجهة الشرقية وين الخليج؟ لأنه كان البحر الأحمر إذا كان البحر الأحمر اللي تم حبي يقوله لتوديو مي دي تي إلي هم بورتون لابس على المشكلة أبد الكريم أنا عاشت في قطر عشرين سنة وتعرف الدوحة وضاير عليها البحر يعني بتقريب شبه جزيرة وركر مشيت للقطر وشفت أخي تمشي عشر أمطار صح 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 عشر أمطار عشر أمطار تقول خرجوك ملادوش أنا واحد دلوقت كنت نقول هم لازم الإنسان كي يمشي ديروا له كليماتيزار يخرجوا 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 منيها خالدك بمي دي تي كبير صح رياض محرس سين بورتون تحسب المرتاح من جهة هو مرتاح من جهة حتى احنا رتحنا سوف نكون في الفورما سوف نكون جاهز هو كابيتان دي كيب تعليكي سيتم ميساج لجوارة وستم ميساج للجمهور أننا نواجدين والعائق تعل الرطوبة والجو هذا ما رحش يأطر علينا ونحن كلنا عزيمة إن شاء الله يتجسد هذا في الميدان مقارنة بكاسي فريقيا اسمه ليفاتت أن المنتخب تعنا عاش في بعض الظروف صعبة وصعبة جدا كل اللعبين كانوا بكورونا منهم وصوريات محرس كل اللعبين لعباك باش يقولوا بسم الله كمبيتسيشون واسموا إلى أخيه وفتكنوس نذكرك ياسين كان لكل مصاب بكورونا لو تعلم الكاف به يتم سحبه ولمنتخب الجزيلي كان يخبي كان يخبي لجوال كان يخبي لجوال ولمنتخب الكفات ولمنتخب الناس كان يخبي لجوال ولمنتخب الناس هذا المرة نظن ما عادة لاعب واحد اللي جامره كنت عنده واسمه حمّة إلا لاعب واحد ولكن بعد عودوا الله هذا المناص لا أعلم لكن يتواجهوا ولكن أعلم الكورتيكويد فتاحهم وهم الناس يجب أن تكون بالنسبة لعبين ويجب أن يكون المنطقة يتقصون بالنسبة للتاكس ولكن نحنا بالنسبة للمرحلة لذا الإيران في الأوروب جولة زائر لذا 10 يام بينما يأتي إلى انغلتا أو إيطاليا لا يوجد فإنه يومي. فإنه يومي. فإنه يومي. فإنه يومي. فإنه يومي. فإنه يومي. إيجابت عنه موغاير لتواجه إلى ما حدنا في 2020. قال كل مملكة أننا نعيشون من أجل جديد. تشاهدون جيدة. ويتشاهدون. كانت أيضا حيثة ذريبية مفتوحة لرجال إعلام للمنتخب الوطني الجزيري. بالتعداد كامل. وهذا أمر إيجابي بالنسبة لجمال بالماضي. وأيضا بالنسبة لنا كم محبين ومتابعين للمنتخب الوطني الجزيري. نستمع لتصريحات الناخب الوطني جمال بالماضي. أو نستمع لتصريحات يوسف بالليلي. الذي تحدث لزميل رضوان المهداوي. التصريحات غير جاهزة. يلا أعطيناه يوسف عطان. معلش. السلام عليكم. ومواجهة بتاعليكو بدافريك محشي كونو مواجهة تسهلين مع نام بوخت كاليكيب. إن شاء الله عندنا بزاف وحنا نحضروا باش ننلحق لهذا المقابلة وإن شاء الله اللي كيبقاء يكونوا في مستوى باش نقدموا مباراة مليحة. باش نحضروا باش نكونوا في المستوى ونربحوا المقابلة. نحضروا باش نحضروا باش نحضروا باش نبدا باش نبدا لل taman نحضروا باش نربحوا وشاء الله مليحة ونحاقوا باش نبدا باش نبدا الشعب بتاعنا. إن شاء الله دماء إن شاء الله رانا بغي إن شاء الله بش ندخلوا بيان كونسانتري. إن شاء الله رانا بغي نربحوا بش ندخلوا بيا في المنافسة. ربي معنا وربي يوفقنا إن شاء الله ونطلب الشعب يوقف معنا بس كرانا دين إن شاء الله راح بها يتفعل لك. طبعا تسترح يوسف عطل وأيضا يوسف بالليلي. اليوسفان نعم يصريحان في مايك الفون زميلة المهدبة خلال الندوة الصحفية. كن فيهم يلعب مايلعب شهر الحاد. شب كاينا حادب شبكينا حادب شبكينا حاجب ونرجعني قدام كورو نرى حانبنا وليك تهم بيتها? اااااااااااااااااااااااااااااااا اختراحات بركب الشيحان لا، لكن هو مدى عاسم دعونا تبدأ مع الشيخ عب كرم لحب شوف أسماعي إذا باش نروح بالمعقول واش راني نشوفه عطان ماكاش كيفه أدروات وبالليلي لفات اللي يراغون تريزون فورم والليكيب ناسيونال تحتاجه هذا جواب ديبلوماسي لا 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 عشيخ عشيخ واشنه هو جواب ديبلوماسي واشنه هو جواب موضوعي لا لا حمس حمس يفهمنا واش حبيتها يلعبوا فيستو أشعيد لا 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 بسح شوف نتويرك لا تستغلوا وارك تستعملوا لا أنا أقول بالليلي المفروض المفروضة ولكن احنا نحتار مو رؤية المدرب المدرب اللي على بالو احنا إن شاء الله مننا الغدوة هذا هو اللي يتخوف منه المدرب وحنا رأنا مدربين هنا أنه واحد ما مردش فانت كاتورور كلش قادر يسير ايون مفورم امالاز احنا إن شاء الله يكونوا كابل وعندوا الاغتيار ولكن بالليلي وعطال قيمة ثابتة في المنتخل قيمة ثابتة عطال عطال ندل باللي تيتيلار فارون كيركو تدروه يبقى شحر رحيل عب يبقى شحر رحيل عب هو والراند منتعو والاكاباسيتي شوف كان منطقة في البلدان العربية اللي هي مطقة الخليج تعرف يحكموا على المحلل ويحكموا على المدرب بصحة التوقعات انتعو إذا كان توقعت درتانباري وتوقعت وجهة صحيحة انت مدرب كبير وانت محلل كبير إذا كان على هذه ممكن ما تجاوبكش وعندوا الحق شوف عاش في الخالي جوا لا شوف أنا ما تنبأش شوف الغيب غير الله اللي يعلم بها لو جيت مدرب أنا عندي نبدأها من نص عندي زروقي عندي بن ناصر عندي فرغولي عندي محرز عندي بن ليلي وعندي سليماني صح وعندي عطال وعندي بن سبعيني وعندي ماندي وعلي صار وعندي أي تنوري والحالة مدرية ساعد يقولي قبل المباراة كم الناس مدربين بصح اللي يدخل للفيستيار يهان سول انترينر ولي ديريجي الماتش يهان سول انترينر ولي تحسب على الرزلطات يهان سول شيخ شيخ يهان سوحية تشكيلة خلق 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 مش نعطو عليك انت الشيخ ولكن المدربين خلق 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 انا لو جيت مدرب انا اليوم نجي من قلوس كل حداش اللعب لي يدوله عطي اليسير عطي اليسير انا الوافق ساعد في تشكيلة 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 مدلوش يا حب انت تشكيلة شيخالد شيخالد في هذا المستوى انا نقدر يقولك الداخل تشكيلة داخل المنتخب على باله مشكلة غدوة اللي رح يكون تتدار كان امور سرية تقعد الداخل والمدرب المدرب رح يجيب كام اللعبين تاعه باش يخموا في نفس في نفس الفكرة هي توقعات لكن اليوم التشكيلة عطاها لنا ساعد وانا موافق فيها كراءتي ومتابع لكن هل تتوقع مثلا تكون فيها مفاجأة في التشكيلة المنتخب انا مش موافقه مع ساعد يوصل ويدان هو في زروق يقدر يهضر هو هاشي قد تهضر موندريا رقم واحد ايوه هكذا هربعة مدافعين وربعينين المباركة يجلزوا هؤلاء المخرج تعمل امين جنادي اعطاننا ايكيب هاي ليك هربعة مدافعين اقرأ هذا هوك عطال ايت نوري بنسبعيني ومندي في الارتكاز يكون بنطالب ما يكون زروقي حتي ما لا تكبار بنطالب بنناصر رأيي بين فغولي وشعيبي انا كنت جاثلية نوري حالي شعيبي اوكي ونقدمنا نرى سليماني محرز بين بالليل والناس شوف في الخطية عمورة جنفس شوفوا مشغل الحاجة احنا هذه مفاجئة في تسليلية سمح لي هذه معروفة ونقولة يعرفوها نحن حاجة لا لدي لكنها تضافة حسنا وصلوا باللعب القاعدة كيف يبدأ؟ إذا مشينا بربعة ثلاثة ثلاثة ونلعبوا بواحد ارتكاز وزوج للأمام أما إذا لعبنا بزوج في الارتكاز واحد فلايميكر واحد قدامهم اختلف الأمور والناس مثلاً شارك في المباراة الخرالة لعب كجانح أيصر كمهاجم أيصر ورجعنا بشكل كلاسيك يشد بوردي فكسي ويدير لسنتر الضروات كان محرز إذا لعبنا مثلاً ببليلي هنا راح نعطيه أكثر قيمة أي تنوري في صعود انتاعه حتى بالناصر لأنه بوجود الناس ما يحتاج كثير المساندة لأنه هو واحد ضد واحد يدير الفارق وشنو يبقى شكون؟ يبقى الاريسبسيون أما أعطال مثلاً على الجهة اليمنى مع محرزة روبين حبي يقول الديسبوزيتف دو باز هو اللي يحدد اللاعبين اللي راحين يشاركوه هو الاختيار هو عنده يبدأ بهذا الديسبوزيتف الكاتر وطروة يبدأ بلو كاتر وطروة كاين اختيارات وإحنا شايبي يعني باش ما ما نقولوش ما عطينا لوش حقوه أوينا الأخيرة أوينا الأخيرة أوينا الأخيرة أوينا الأخيرة شايبي سجل أهداف وعلى باقي احنا مدربين لما تشوف العاب إلى مالكي في دو تروة ماتش حبي يقول عنده لاريوسيت على باقي ديما تطمع فيه والمدرب طمع باش تعرف والمدرب يحب يربح دونك ما يقدرش يخلي لعبين ملاح اللي قادرين يربحوه وما يستعملون مش يبقى هاديسيتين كودا فيكسين تروة وعلى حسب الندوات صحوفية قال بلي كان فيه تفاهم بين بعض اللعبين هذا قال عفل الندوات صحوفية حاجة مع وفا مثلا بو نجاح مع بليلي لو يدخل بو نجاح كأساسي بليلي يدخل معه صدي لما تجيل صيحته وهذه الغلطة وهذه الغلطة وشوف فيه ست مبارايات من سنة ونص أو سنتين كان مشكل كبير لما يلعب بو نجاح بالليلي وكأنه تحس بكل صراحة نقوله ولكن تحس انه فيه تفاهم بناتهم تفاهم في كل شيء ولكن على حساب سليماني كانت مرة على حساب على بعض اللعبين وممشتش هذا الفطرة معينة ممشتش وبعد تدركها للنخب الوطني ونحب نجاح من الإفالي قردي سواء بالليلي سواء بنجاح نستبعد يعني مستحيل ممكن راح تكون بنجاح لما يكون بنجاح ما يكونش بالليلي لما يكون بالليلي ما يكونش بنجاح انا احبت القراءة التاكتيكية اذا ممكن انه منتخب اونغولا لانه دائما الخطة تكون وفق امكانياتك قدراتك وايضا وفق المنافس اليوم منتخب اونغولا يتمركز في الدفاع انت اسأل لماذا قلنا بالليلي مثلا انا نعطيك الحل التاكتيكي لماذا بالليلي قلت فريق اونغولا على 90% سيلاعب بنا بالليلي بالليلي من اللاعبين الذين يجيدون اللاعب في المساحات الضيقة بلغة العربية في المساحات الضيقة عندما تكون كما قال لك عبد الكريم الوبارح لما يكون المدافعين المهاجمين المدافعين تعطيهم بعض الارشادات وتكون مدينة وسط الميدان ممكن تسير ولكن عندما تكون الكورة في 20 متر و في 18 متر لا يوجد مدينة لا يوجد مدينة الانسبيراسيون لان راك في مكان وين مبقتش يا ساعد كونوا منطقيين هل لعبوا معام وانتخب وسبوك يسيد اعطيني الصورة المكبرة هذه اعطيني الصورة المكبرة انا المخرج من جنادي اللغة العلمة الكاملة ما قال لك؟ بالماضي عندك الحق هذه الصورة صورة تتحدث انا ملاحظة لعبوا حق هاي الصورة صورة كما قال لو حفلة تسير قال لو انا قريت وقريت كيفاش ما عنديش الحق حتى تشوف الشاب والناس يقدر يلمينه في 200 متر طروا الديفنسار 60 متر مقارنة المعام بالليلي وهذه النقطة يتكلمنا على المنتخب اونغولا يتمركز الدفاع نعود لولي معاك شيخ عبد كاليبيرا كما تكلمنا على وسط الميدان اهنا المثلث اللي هي اهتمي جافة وسط الميدان الرأس انتعه يكون الاسفل ام الفق ما تكلمش على المنتخب وطني فقط لما يكون المداف المنتخب يتمركز الدفاع احنا قدرنا قلنا اي منتخب عنده اليدانتيتي دو جو تاو عنده النظام بتاعه واللعبين كامل فهمينه على حسب المواصفة تاهم وقلنا للناخب ولا المدرب الجيد اللي يلعب اللعبين ولا يدير طريقة على حسب الكاليتي تاهم على حساب البروفيل تاهم هذه واحدة احنا ما رأى نشرح نديروا الديس بوزيتيف على حساب المنافس لا انت عندك الديس بوزيتيف تاعك لما تدير لعبين مثلا المثال في الترانزيسيا هادو لانجولا ما رأى مش راحين اللعبو انت في بالك تسعين دقيقة ولا ستو تسعين دقيقة قاعدين للوارا لا لا وزيد انجولا ما شاركتش في النسخة اللي مشت وانجولا جايوين في افريقيا الجنوبية وما اخفلكش انه يعني البلدان تاع افريقيا الجنوبية عندهم ديزيكيب جواز اللي يحبوا يلعبوا يحبوا يخرجوا احنا في بعض من الاحيان لازم الحيلة هديك تكون موجودة في الترانزيسيا لما في بعض من الاحيان يطمعوا وكي يخرجوا حنا عندنا اللعبين يقدرون يدير الفارق والحاجم قبيلاء قال ليس لديك تفادي جوار طالنتيو القدام يحتاج الاثار جوي يحبوا يقول اللعبين انتع وسط الميدان او المدافعين خروج الكرة مالدفاع او من وسط الميدان بعد ان اخرجوا لم ينطلوا بزاف لانه هناك تنقص وفي هذا الحالة لديك تنقص وفي هذا الحالة يجب أن يكون تقصد في قليل كما هذا عندنا دور كبير سي خالد تعب الاتفرسار تجريه تعييه ان الشيلي ما رانيش متخوف له مندو مندو يعني تغيير المنصب بالنسبة لبن سبعيني ويوربامال بالعمري ما كاش ما ينقلابوا منها في الاسمال في الصورة دو بال اليوم عندنا صورة دو بال كلار مع مام مع بن سبعيني مع ايت نوري عندنا عطال لطروا مليوتران الي هادرنا عليهم كان بن طالب ولا فاغولي ولا بن ناصر ولا حتاز الرقي مام شعيبي مام بوداوي سيدي جوار طريق تكنيك مام عوار نقولوا ان دو قريمون لانا ناقص كمبيتيسيون صح القدام عارفين لازاتاكم باللي عندهم دي مليوتران اللي راحين يلعبوهم ودي مليوتران اللي راحين يجيبوهم ويدفعوهم القدام منتخب انغولا في اختر المباريات الاخيرة المباراة الودية الليل عمّ على البحرين فز看到 1ء دون مقابل مباراة السابقة أيضا مع كونجو الديمقراطية تعادل سلبي 0 لي مت죠 تعادل السلبي مع مباراة اخرى في تصويات كاس العالم مع المنتخب الرة فارغة تعادل سلبيا مع منتخب الكونجو الديمقراطية المباراة الودية ёلي تعادل سلبا مع المصاببق تعادل إجاب هجرا وانهزم مع ايران آخر مباراة كان في سباور سيخالد أنا نضيف لك حاجة برك احنا زوج مباراة تودية كهذا بورندي وطوغو وأبريم سجلنا سبع أهداف شوفوا ديف بعض من الأحيان تتخوف خمس أهداف سجلهم كلهم مهاجمين زوج أهداف سجلهم مدافع اللي هو بن سباين حبي قولنا ياريت نشوفوا الميليو تيران تعنا في البروجيكس يمشيوا القدام وهما اللي يسجلوا حتى التهديف إلا بالنصر هو اللي دار اللي دار واشنو دار العرضية تاع سليماني الباقي بالنصر دار يعني أعطى دوز أسيست الباقي سيليزات أكو وإحنا النسبة المئوية الكبيرة باش ما نكشفوش احنا تانيك قوتنا دعا ربما لسكوتيز مروا موجود مي على الانفليونس تعلو جو إن شاء الله إحنا اللي ميليو تيرانتنا يمشيوا القدام وهما اللي يجيبوا ساند اللي بلا كان يخصنا في المباراة اللي يمشت هما اللي يجيبوا لدي فيارونس خاصة لما يكونوا هكذا فرق اللي يجووا يلاعبوا البلوك وانا نظلم اللي لونغولا مع اللاعبين من جانب الفردي يلابس بيهم مهارة اللي يحبوا يلاعبوا كورة في الساق راح تكون لهم صعوبات غدوا إن شاء الله ما عندهمش خيار واحد أخر ما يديروا يبدوا بالبلوك ديفونسيف يشوفوا اللي فوليسون كيفاش مدت بالك ربع ساعة حتى لعشين تخيق منظلم اللي لما يسترجعوا الكورة يفو في راتنسيون ويبقى العامل الآخر مهم هو أرضية الميدان أرضية الميدان جيدة يوم المدابل وعبا نستخلصوا منهم وش نستخلصوا أنه عندهم منظومة دفاعية محترمة ما تسجلوش عليهم كثير من الأهداف والنقطة اللي تكلم عليها هنا سيطرة سبتمبر تلعب ضد فريق تلعب ضد فريق اللي لعب لك انبلوك با يلزم لك المسندان تعالى وسط الميدان باش يكون اللي لعب ضد انبلوك با يلزم معاك نشاطر كفير لأنه تكنيكما العامل السن يقدر يدير الفرق مع بالليلي مع محرز سليماني ممكن لأنه أكيد رح نلعب على الأطراف لأنه يلعبوا با جونك لزوفيرتور سليماني يوجد كرة الكرة الرأسية ولكن تبقى في الجيسيون ديو ماتش العشرين دقيقة الأولى يجب تسجيل هدف يجب تسجيل هدف يجب تسجيل هدف إن شاء الله هذا ما تمناه بالنسبة لمنتخب الوطني الجزيري كنت تتحدث عن الملعب ملعب سمعنا المدرب الوطني ياك قال لك أنا وحش شفت الملعب كلاهي لك في أحسن حلة نظن حتى هو ما شتكيش منه خالد يعني شتكي على الملعب كي تكون ماشي مليحة ولكن اليوم اليوم رح متواجدين قدام الملعب فندقة قدام الملعب رح شاف الملعب نظن الملعب ما يكونش ما يكونش عشان الله تكون لابتلوز منها شوفنا نعود نرجع بركي واحد النقطة الحاج مهمة نحن كمدربين المدربين تحسبوا سي خالد هذا المعمول بها ما يغلج في شكيلة أساسية يلاحظ مليح والتغييرات يكونوا ثابتين مدرب منتخب نيجيريا دار تغييرين دار ثلاثة من جانب التاكتيكي مهم فاريق لقيني أركل الوراء يخرج الظاهر الأيمن والظاهر الأيصر بعد 69-70 دقيقة لأنه كان حايب أنه تكون هذيك لأنه فيزيكمان طاحوا شوالي لاتيروتاو ويزيد يخرج وسط ميدان ويدخل مهاجم ثاني هنا هذا هو الدور المدرب لما يكونوا عندك لعبين لعندهم هذه المواصفات صحة صراحة والله يعني لتشكيلة انتعنا بصفة عامة 26 لعاب اللي رأي موجودين حاليا في 22 لعاب يعني من حليكات غارديا كاين تقارب كبير ورح تكون منافسة وهذا يخدم كثير المنتخب والناخب المدرب عنده خيارات وعنده صراحة في التشكيلة اليوم شاهدنا فاضل بعيد عن منتخب الوطني الجزاري لا لا ونطرح الحاج هل الحاج بعض اللاعبين اليوم اللي ربما اسكوكاين كاكو جوا في المنتخب الوطني اللي ما يقبلوش لبا اللي ما يقبلش يقعد في دارهم اللي ما يقبلش يقعد في دارهم مستوى قام تقارب نا ولنضرب اللي كان فيه عدد كاين قالك مستوى ما تقعد اليوم حتى في الخيارات يعمل يالحاج نعطي له حاجة سامحني قطعتك بسكو حتى كلامك لا يبار كينتاك السعيد شوف كاينة حاجة حنا قلنا اللي كوتي مانتار سي اندي فيديوال الرغبة وحايب وعندي الشحنة اللي كوتي بسيكولوجيك سي الانترينير اللي يديرو يجيب كامل لعبين يخمو كامل في نفس التخمام اللي راه ويلعب اللي ما روش يلعب اللي يدخل اللي ما يدخل اللي ريزولطات درناه كامل في بعض من الاحيان هذك اللي رو يلعب تلقاش كل يموتيفيه هذك اللي رفل بوندوتوش حتى هذك عنده عنده ديمة نوت رول سي وينيكيب سي انجروب اللي ريزولطات سي كوليكتيف ما راهوش واحد الانانية هذي صح موجودة في الفوتبول صح في الهون يفو يفوك سيبتي وهذا اللي جوار هذو مسادي بروفسيونيل هذي طبيعة انا كيما لعبنيش المدرب داخليين يغبني الحياة يغبني الحياة اللي لعب اللي يحب البوندوتوش ما هو لاعب ايضك سعر يشكلي هذي تتحدثوا على ما يجب ان يكون ياسين تكلم ما هو كائن هل نردل السؤال هل فيه لاعب في المنتقى ولا لعبين ولا لعبين في تشكيلة وطنية ميحبوش البوند هذا السؤال في فارق وطني اغلبية الاحيان ما تصراش هذيقا قبل ما يستدعى الناخب الوطني اللاعب على بالوصول البروموراليتي وكيفاش دير كومبورتموت ما يجيبوش بس كي يخسر للغروب مثل انتك تشك في بعض من اللاعبين انا مشكيت في حتوى انا انا اطرحت سؤال بس كنا عندك جاوبوا مباشرة لا انا هذي كنف الاندية خلينا انا اطرحت سؤال ردك مرانش في اندية الاندية في الفارق الوطني من تلقاء البلاد اتخبر انتك اسماء عندما ترميحنا ما ترميحنا اتخبر انتك اسماء ونالك تخبر انتك تخبر اني هذي كنف او انه احد احد يصبب المنزل من الأشياء لتعامله ان لا اظن ان يكون تحرق في الفرق الوطني مع جمال في الماضي لأنه يقولون بلأ يوضع لأنه تستمر الأمام كان هناك أولويات وكما رياد محرز لا تريد أن تستغنى عليه كان هناك أساسي ونرى من المنزل المنزل هذا حال من اللعب كايان 15 وعشر اللعب كان ذاكي 22 وعشر نجاوبك مباشرة محرز من خمسة وعشرين لعب من غير مبولحي اللي ممكن يتقبل انه يكون لانه مبولحي لا يتقبل انه يكون في البوندوتوش لانه عنده نطرة ميسيون عنده ميسون كحارس وهذه الميسيون جاب التجربة انتعه يساعد مورال للحراس الثانيين الباقي 24 لعب كلهم لم يكن واحد يتقبل ان يكون في الدكاء ولكن هناك شيء يسمى انضباط الديسيبلين دو جروب اللي ديرها المدرب قال احنا عندنا هدف واحد يشوفوا الريزيطة اللي امبرطن اللي امبرطن كي تكونوا اللي امبرطن كي تكونوا اللي امبرطن تقبل كل شيء لأنا رايحين فير اللي امبرطن الكبيرة اللي امبرطن بطريقة الوطانية مدرب الله يبارك ما الشيخ عبد كريم ودير في القرب عن بولوش كون اللي راح ان يكونوا تتيتولار والليان جايين هؤلاء كلهم جايين موشا يتخني ان يتغني عيليهم الدو كنتاء عندك دي في فضا الفريق التي ذكرناها خالد كان واحد تمانين فلميال يحينكونوا أساسيين قدوا ان شاء الله لو المرضو التحوم كان في المستوى وردوا له شوحاب المدرب الله يبارك سينا وكيانني زوتر جوال يقدروا يدخلوا هذه التفق ناديا يلا وبيانك المدخل الوطني في اليتنافسي المتنافسون القيادة روفا الإدارة الدير انتايا حبي يقول منتخب ولا فارق ما راهو السهل وتكون عندك الجرأة باشتاخد قرارات في صالح الفارق هذا كي تكون في نادي اما فيما يخص المنتخب رأي بلاد لما انتا تلاحظ انه لاعب مهما كان اسمه طاح في المستوى وما راهوش يجيب الزايد هنا عندك انت المسئولية ولازم تكون عندك سجاعة قال انتا تخرج لانه ما ركش تعاون فينا وعندي واحد اخر لي دخله باش نزيد هذيك لميليتي اللي قادرة تكون داخل القروب وهذا هو القايد القايد الضروري انه دفوا يفو برندر دي دي سيزون ولكن لستابيليتي مثلا مثلا احنا نحكموا محرز هو هو ليدر تكنيك نقدر نقول لك سيلا فيترين على سيليكسيو نسيونال سيلا ستار محرز يا ربما سنتاع وليو ما روش عشرين سنة لعب ستين سبعين دقيقة وكنا مرتاحين ورانا ماشيين بواحد سفر ثنين سفر عندنا ادم الناس فان مينوط يقدر يدر يبالك كيكون ان رابروشما بين النبو سهل لك انت كمدرب مدرب ويني خاف نهار يشوف البندوتوش ما عندوش حتى واحد قادر يعاونه يقول كنا جيجار ليومين هذا كل الناخب اللي موجودين حاليا في كأس في فريقيا داروا خمس تغيرات مما يدل أنه ستانا فونتاج عنده دور كبير ستانا فونتاج ودور كبير الكوتشينج لتالي زي بورتو هاي عن المجموعة الأولى وعن المجموعة الثانية منتخب المصر يطلط عليه التعادل وعاد بتعادل أمام منتخب مزنبي بهدفين مثلهم على جولة الأولى عن المجموعة الثانية ومنتخب غانا متعدل مع منتخب الرأس الأخضر بعد مروري تسع وثمانية دقيقة رحوا إلى فاصل بحثكم على هذه اللقاءة مرحبا بكم من جديد جمهورنا رياضي الكريم ونتبقى من برداماتكم وفريكان شو إذن اليوم الثاني من كان كوندي فار لا يعترف بالمنتخبات الكبيرة منذ لحظات دقيقة الأولى بعد التسعين منتخب الرأس الأخضر أضاف الهدف الثاني أمامه منتخب غانا بهدفين مقابل هدف واحد وإذن منتخب المصري اكتفى بتعادل هدفين متهمة مع منتخب موزنبيق لابد أن توقف مع مباراة المنتخب المصري مع نظير منتخب موزنبيق باختصار لأنه لم يبقى لنا الكثير شيخبتك لبيرة مصر موزنبيق في بلدة الحصة قلت أنه موزنبيق ضيع الفوز ومصر عادت بتعادل أنا أقول كوندي مدرب منتخب الموزنبيق صارحة أن دار مباراة أدارة مباراة من الجانب التاكتيكي على مستوى عالي التغيير تعود على الشوط الثاني شفنا دخل اللعاب غير ما روش في النامط ما روش في الأسلوب ولكن اللي كان وراء الهدف واللي يسجل الهدف هو اللعاب اللي يدخل ونقول أنه مشكلة المنتخب المصري ما روش في وسط ميدانه روه في محور دفاعه نقازي تقيل بزايا كثير وشف نحن السور علي يمتازوا بها مهاجمين فريق موزنبيق ولعبوا الأمام ووصلوا عدة مرات وربكوهم يبقى يا ربما هذا هو نقص تجربة ما قدرواش يحافظوا على نتيجة هذيك وشوف قوته لأنه ينقرون ديكيبو لا ينسيليكسيون لا ينسيليكسيون نرف لفاس ديو كريزي لبان لما الناس كامل دخل في بعضها ويقع ثابت حتى اللعبين يأمنوا حتى دقيقة الأخرى وزيد حتى لو طوامور ليزادوه واحد حداش دقيقة ولا اثناش دقيقة وزيد الهدف تجعلها كورة ثابتة على ضربة جزاء يعني سجلوا في البداية وعودوا ورجعوا في النهاية هذا رح يزيد يخلي ربما جمال لهذا الدورة هذه لما يكون المستوى متقارب وما كاشي ربما هذه النتائج العارضة تخلي أنه المستوى راح يكون أحسن فيما تبقى من دورة إن شاء الله المتخب المصري ممكن يعود فيما تبقى من مبارايته يعود في غانا وفي رأس الأخضر يعود عنده عنده مدرسي دي ناشون دو قرون دو قرون دو قرون دزيفنمو نعطيك متل صغير برك الفريق الأهلي عنده بزيف لعبين رميوجودين اليوم في الفريق المصري فريق الأهلي الموسم الماضي تحصرها للشمبيونز ليج كان ضرب الجازة للفريق السوداني وكان سجلها كان يتلمينه تراتي 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 لفينال ودعوها لا فريق فريق المصري أنا نشاطر شيخ عبد كريم الميكرو سيكلي دير للا بريباريشون تحام بورتو تول تورنوى ما لك اليوم ما كانوش في اليقاء البدنية المطلوبة بشون شينيو لذلك وكان يتحفل تحفل خطورة ولكن فريق المصري يقدر يعود يؤهل الدور الثاني يعني بسهولة اللقاء الثاني عندنا المجموعة الثانية حاليا بقي تحاضات فقط ساعد كناوي المتخب الرأس الأخضر متفوق بهدفين مقابل هدف واحد أمام غانا رأس الأخضر متصدر للمجموعة الثانية شوف رأس المباراة يعني شوف رأس المباراة صراحة 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 يعني أنا فجأني فريق كابفير بالريتم اللي رأمكمل به المباراة وبالطريقة اللي لعب بها كانت ممكن كانت المباراة تخلاص بأربعة وخمسة هداف يعني يعني كواعد ما نسجل سكوندار ما نقول سكوندار أي شي العدد الفرص اللي ضيعوها الرتم اللي رأم اللي لعبوا به كيفاش رأهم منه في المباراة يعني بريتم عالي والله نخاف على الفريق المنتخب المصري في المباراة حملا نلعبوها مع الكابفير حتى مع غانة غانة بعد تقريب الانهزام هذا لازم تسترجع تسترجع القوة وراح تلعب يعني شوف تعطي كل ما لديها من قوة ساعدنا عود نفكرك لحاجة لعبنا معهم عندنا 31 سنة الوراء بيعرفوش وش معناتها سنتيتيك ولا تارضو كان عندهم تيران تعترب يعرفوا يديروا 11 اللعب عندها 30 سنة اللور شوف تطور اللي داروه داروين في داروت كيم ما حبي يتفضل يقول الشيخ عبد الكريم وشوف الناس اللي دارتهم بروشي سبورتي فموين ونترب اليوم رامي نفسهم معا لبريزيليان دولافري حاج على مصر يا سينا على مصر سامحني على باك فنس خلي مشت مباراة لولانية نهزمة من نيجيريا فازوا بصعوبة مع قيني بي ساو صح واحد سفر فازوا بصعوبة مع سودان تقريبا ديربي ومشاول النهائي منتخب صح ميفوش يعني بنتاج كبيرة ولكن يعرف يستخلص الدروس وعنده الواقعية اليوم أنا نقول هذك الهدفين يعني تعادل هذك بالنسبة لهم أروا بطعم فوز ماراو لنرجع من البعيد غدا إن شاء الله سيكون الموعد مشاهدنا الفاضل مع حامل اللقب في النسخة الماضية منتخب السينيغال الذي سيستهل حملة الدفاع اللقب أمام غامبيا والكاميرون سيواجه منتخب غينيا والجزائر ستواجه أنغول على ساعة التاسعة بتوقيت الجزائر مباراة مهمة للجزائر وأيضا بالنسبة لحمل اللقب المنتخب السينيغالي حظ موفق لمحاربة الصحراء في أول خرجة أمام منتخب أونغولا وصلنا لهاية البرنامج يسير معلومتك صحة شكرا جزيلا خدوا عليك كيف تبدأ الحصة؟ خدوا إن شاء الله قلت شايد ما شيريها على الساعة السابعة قل لي أعطيك هذا كل يوك دوبك خالد أين أعطيك نزمتش برونستيك؟ نزمتش برونستيك منتخب القومبي ثاني مشاركة مدرب بتاعه تقريبا رحي بعد عشر سنين البلجيكي منتخب ما راهو السهل يلعب على حسب إمكانياته وشيليش فينا اليوم بالكافذار ولا قيني ومنا يخلينا أن نقول له ما رايش مباراة سهلة ولكن سنينغال الجودة ويدخل بيثب بطل عنده لعبين عنده توازن في ثلث خطوط بالك نقول لنا بالك وضع بيثبت ما عندش مباراة صعبة ككل مباراة نتمنى المباراة نحن نفوزو بيها تكون سهلة سنينغال سنينغال بالرمضة تعالى بيت الكاميرون إفان بروند لأونكوصيدي رسول اللي ما شاشفوهم اليوم يدخلوا بيقوة سنينغال كاميرون صعبة شو عليهم كاميرون نبحروا أبو بكر مطاكو لما يدعبش مع الأسف هذا لا كان تبليسة وديرني مو مو حاني كلهم نقصي صعوبات صعوبات بش يفوزو صاند قال انه جاهزين شكول بودرب الكاميروني صاند قال انه ناجزين يقول هذا ذك وش يقول يطو يقول هو الجزير انغولا كل جزيرين الجزير انغولا توقع لنجز نتيجة نتيجة 2-0 ساعتك النار نبدأك مع جزير انغولا أنا أشوف ثلاث مباريات الكاميرون السنغال والجزير ثلاث مباريات راح تكون صعبة وصعبة جدا أول مرة نساند ياسين أول مرة راح للثالثة هذو راح يفوزوا حتى وبصعوبة راح يفوزوا نتمنى الجزير استخلصوا الدست نعم نحن نخص الجزير ونتيجة الجزير نضمن راح يكون 2-0 إن شاء الله إن شاء الله كلمنا بقلوبنا شوية فعل الجزير إن شاء الله من السبعين يسجل شفاني قلتك من السبعين يسجل شافت كلم بيرا 2-0 معهم نحن كيفاش نقول وش كل يرح يسجل كيفاش راح يسجل نحن نتوقعات بركة أنا وش نقول إن شاء الله الشوط الأول نسجله لأنه لما نسجل منتخب الأنغولي راح يتفتح مليح وإحنا قوتنا فلاريكسون إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إذا من قد بنعم قال لك أنتهى اللقاء بفوزة سأخذها على غانا بثنين واحد قلوا شكرا عن المعلومة شكرا عن المعلومة قادها نحن ننتبع هنا في الاستوديو سياسي المعلومة مرة الجاية قطر مها ليش تحتها يعتك المصحة أدوى أدوى شكرا جزيلا لك شكرا لخالد حج يعتك صحة عندي عزيز بركة زيماموش توفات الأمتاحهم من الأمس وسير رب يعطي لهم صبر ورب يرحمها عزيز وحسين يا حي في الوفاة عدلانك ديو ناصر كديو عدلانك ديو ولي توفع شقيق لي اسمه ناصر عزيز وناصر كديو نادمهم أدوى 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 شكرا جزيلا قد أن شاء الله سيكون موعد على الساعة السابعة